وأسود التنهيد لك يا أخ ديمقراطية شو؟ نحن شعوب ما بتجي إلا بالعصايا إذا المسلمين ما نحكموا مبرة ما بيعرفوا يحكموا حالهم لك هاد شعب لما بترفع البوستار عن راسه بصير يرفس ديمقراطية مين والناس نايمين خيومنا الآخر الديمقراطية ما بتلبى لشعوبنا أنا عبد الرحمن وهذا برنامج تنائف مع الأسف أنه الكلام السابق صدر عن كتير مثقفين من يلي عندهم هواية بجلد الزاد وأنه نحن كشعوب عربية ومسلمة بدنا مراحل طويلة حتى نتنعم بالديمقراطية للحظة جد بتنلخي وبتبلش تقتنع أنه الديمقراطية جسم غريب ممكن يسبب لك أزمة نفسية كعربي أو كمسلم هاد أنا هيك عن إبداعات شيخ السلطان يلي فيه قطيع كامل بيصدقهم للحد اللي لما تذكر فيه ديمقراطية فيه عالم بتروح وتتوضى الله وكيلكم رح أظمكم بها المعلومة ما في ولا دولة بالعالم شعوبها كان عندهم هيك ثقافة الديمقراطية منها لحالها يعني القصة ملا أنه الشعوب الأوروبية ديمقراطية أو منتصرت الديمقراطية عندهم بل على العكس تماما الديمقراطية نجحت بكتير من الدول بسببها ما جيت الناس ووحشيتها وإذا بدنا مبرر واحد بس للديمقراطية فهو كبت هي الوحشية والإيمان بأنه الإنسان كائن شرير لأن الديمقراطية هي الحل الوحيد اللي ينحط مشان إنهاء الحروب اللي كانت تتصير بين ولاد البلد الواحد ومجرد ما تم تثبيت النظام الديمقراطي قدرت الدولة تنشر الثقافة الديمقراطية ولا الناس عايشين على مبدأ هوبس فيلسوف الاستبداد الإنسان شرير اتجاه أخيه الإنسان وهذا ما العلاء لا بشعوبهم ولا بشعوبنا طيب شو هي الديمقراطية ألاف الصفحات كتبت بتعريف الديمقراطية لهيك ممكن الإنسان يتخربط اتجاه هذا المفهوم ويصير كل إنسان عنده فهم خاص لديمقراطية اللي بهمنا بتعريف الديمقراطية إنه رمضة الطبة بيكون لها شكل واحد بالتطبيق عند كل الدول واللي هو الانتخابات والمرحلية يعني الشعب مسؤول عن انتخاب التيار السياسي اللي بناسبه ولازم يكون مرحلي يعني كل أربع سنين لأنه التقبيد هو عكس الديمقراطية ممكن حدا يقلك يا أخي إجا تيار سياسي ممتاز للبلد وخلى البلد تقوم فليش حتى نغيره؟ أول شي مشان نضمن إنه النخبة السياسية اللي حاكم البلد هي نخبة تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة وإلا رح تتحول لديكتاتورية وتاني شي وهو الأهم إنه ما حدا يحس حاله خسران بالديمقراطية الكل لازم يطلع ربحان وإلا رح ترجع البلد للتوترات والاحتقانات يلي بتودي للمهالك خليني أفترض إنه أنا بدي حزب لبرالي يحكم البلد وغيري بده حزب إسلامي على قد ما بقدر اتقبل وجود حكم لتيار إسلامي هو بالمقابل لازم يتقبل وجود حكم لتيار لبرالي بشرط إنه كنا نكون تحت حكم الديمقراطية اللي بتجمعنا سوا وبتحمينا سوا مع أنه الحديث عن الديمقراطية هو حديث قديم كتير والناس خلصت منه إلا أنه ما رح نقدر نفهم معنى الأغربية الديمقراطية إلا لما نعيش هاي التجربة والأضرب إنه بوقف بوجه الفقير اللي مثلي بس لأنه هداك الفقير ما نوع من الطائفة هذا بيعني إنك أنت عبد مقموع الديمقراطية بقى هي إنك ترفض الظلمك مو حدا بحبي ظلمك مو يا جماعة لما ترفض الآخر المختلف عنك وهذا لأنك ما نك قبل أن تتحرر من عبودتك ما نك مقامل إنا خلقناكم شعوبا وقبائيا لتعارفوا يعني ساعتا وحقك على راسي فعلا بتكون الديمقراطية ما بتلبق لك وما بنسبق غير العصائق ومشوفكم على خير موسيقى موسيقى موسيقى